بسم الله الرحمن الرحيم معكم الأستاذ عتباللهواني مؤلم تربية الإسلامية اليوم بدنا نعطيكم من صف الثامن درس من أخلاق المسلم بداية خلينا نقرأ عليكم الحديث النبو الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه صدق رسول الله بين معاني المفردات والتركيب سلم بمعنى كف أذاه عن الخلق ثانيا المهاجر هو من ترك المعاصي واللجوء ولجأ إلى ما أمر الله تعالى ثانيا شرح الحديث أن حسن إسلام المسلم هو عدم إلحاق الضرر بالآخرين سواء باللسان أو اليد وأن يهاجر والهجرة لها نوعين هجرة مكان محرم وهجرة الحال وهي ترك الهوى النفس والمعاصي وترك المعاصي واللجوء إلى الله تعالى عرف براوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن العاص كان اسمه في الجاهلية العاص ولما أسلم سماه رسول الله عبد الله بين أبرز المواضيع التي تناولها الحديث النبوي الشريف أولا واحد وجوب حفظ اللسان واليد وهذا يكون حفظه من عدم السخرية والنميم والغيبة والكذب وعدم الضرب باليد ثانيا الالتزام بطاعة الله كهجرة الذنوب والمعاصي أي المسارع لتوبة للتوبة والشعور بالندم على ما اقترف من معاص وآثام والالتزام بما أمر واجتنا بما نهى الله عنه ترجمة نانسي قنقر